فيديو ديال اليوم متأكدة سأجبكم فيه بزاف ديال حويج اللي غادي فيديوكم الحاجة الليولانية كثاف منكم تلبتوني على أشمنك حلقة نستعمل العينية الحاجة الثانية هي الفرجو البنات الطبيعي اللي بزاف منكم كثيرا ما عرفنا شو نستعمله عرفك شرحين كيفشت قضية ديال فرجو أهم سوما البنات كيف تشوفو واللي زوين فيه هو أن هذا الفرج هو أن عصيبيها أخسين عصيبيه في الليل في الصباح في الليل في النهار ما عتش من وقت بالعكس غادي يفيد البشرة ديال كي يعني كله تغذية وصحة البشرة ديال حاجة الثالثة هي ماسك خطير جوماج وماسك لهاد المنطقة هدي ديال حول الفم بالعكس غا تولي الكتش على البنات وغا تولي بيضة 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 ونقيم زوينة وبالزاف ديالبنات كي يعاني وحتم السواد ديال حول الفم وكي بغيو أن في موم يكون واحد لوين غوز زوين هاتش كلو غا ندلو في الفيديو واخر حاجة لنشارك معكم احسن زيسة البنات اللي كي حيدنا سواد من اي منطقة سوى منطقة ديال حول الفم سوى سوى الفم ولا احتى المناطق الحساسة ولا احتى الوجه يعني زيت مبيض من الدرجة الاولى خليكم مع الفيديو ما تشوفيني ولكن ما تنسوا مش خليوا لايك البنات السلام عليكم بنات كديري اللي بس عليكم كنتم بناتكنو كاملين باخر على خير اللي كي شوفني اول مرة انا حسنة مدين تخنيفراء من القناة حسنة بيوتي اندوم مرحبا بكم مرحبا والف مرحبا مرحبا بالناس القدم كنقول لكم طبعا دار داركم ومرحبا بالناس جداد اللي كي لتحقوا بالقناة اللي كتي اول مرة كتشوفي قناتي لا تنسايش تشتركي اتفعلي الجرس باش هكذا ديما توصلوا بالجديد البنات لا تنسايش تشتركوا هذه الفيديو انا عرف بان الفيديو اعجبكم ايو حده كتبغيني اتنسايش اختيتنا لايك 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 كذيرين البنات كذيرين عن البرد على مرحبا اليوم تلبية الطلبكم لو كانت عرفوني البنات هذا الفيديو انتوا لم يكنوا يتطلع لكم في 8 او 10 ولكن لو كانت عرفوا نحن عدده وانا تصوروا صورتها هذه هي المرة الثالثة لكي نصورها المرة الأولى والمرة الثانية بجوش كالدرالبية كارت ميموار ما عرفتش علاش كنصور وكنجي لقى المشكل ما عمديش الفيديو كانت ديها كنرد المولاك كيبتلها لي كنجي كنعود من صور كيبولي سافكوني هانية كنصور المرة الثانية كنجي للمونتاج ما كنلقهاش هادي المرة الثالثة حيات تاقا مهم البنات خلي بالليل اللايك ديائكم فيديو ديالوم غادي يعجبكم لاش لحقاش هاتشوفوني واحد الحنك ديرالليها فرجو وديرالليها كحول واحد الحنك ما ديرالليه تشي حاجة هنتو ما كنتشفون ديرالليه لا فرجو ولا كحول لا تشي حاجة باش نبيي لكم الفرق المهم البنات بزاف منكم تلبسوني في الفيديو اللي ادرت لكم على الكحول او الفندوتان الطبي قلت سودي يا هادرين اصابين نادك الفرجو اللي كتنة ما عرفنش كيفاش نصابوه هذا التلبية سيطلبكم وبزاف منكم سولوني على الكحول الكحول البنات هو هادا اللي كنتستعمل نبدال لكم بتقبض قندودوا من الكحول الفرجو الماسك خطير البنات لهاد السواد اللي كيكون عندنا حولها منطقة ديال الفم وكذلك نشارك معكم واحدة ازيسة البنات غغزالة لتبيض المناطق حساسة وحتى هنا واي بلاسة مهم نبدالوا تقبض قندودوا الكحول البنات اللي كنتستعمل انا ماشي شي خبيرة في الكحول ولكن نستعمل هادا ديال افراشة هو اللي لقي عليه راحتي حاليا ديال افراشة يدير تقريبا 60-65 درهم وصراحة ازبين انا ماشي ديما كنكون مكحلة ولكن هو اللي كيعش بي كيكون دير بحل هكا وتكحيلة ديالو ازوينا هنتم بك نشوفوا دبه هاد العين هادي يعني انتم انا نكحل ونرجع لكم مهم البنات بشيز كحل وارجعت لكم باش ميجي الفيديو طويق كما قلنا هادا هو الكحل اللي انا كنستعمل ديال افراشة دبه البنات غريبا بالنسبة للعكر الفاسي اللي كان ندير فينا هو هاو لا اقلب عليه ونرجع هادا البنات ما ورد بالعكر الفاسي كنت وصلت به من واحد لباج انستغرام ولكن ما بقيتش عقليش كون فيهم بالضبط ما بقيتش عيث ما نفكر اش من الباج لان انتم ممكن تشوفوا قراء عدجاج ما فيها حتى شي حاجة ما فيها لاسمية ما عقلتش اوحبستركم مع عارفين الصيف كتكون اجواء اخرى كتخافي على البشرة المهم خليته حتى من بعد صافي في هاد اليمد برد كما قلت لكم بشرة ديالي جافة بزاف 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 قلت عليش اللي لا نعاوش نرجع نستعملوا فعلا لقت علي راحتي لانه البشرة ديالي كتشربه كاعدة واحد لفة حسن من الفرج وفرجوك يجيني شوية مغبر مهم البنات وش ما نتطولش لكم يجب ان تطولوا مني وهذا يقدر ما يكونش متصفر عند اي واحد كان هاداك البناتين ولكن ما كيعجبني لانه لا بغيتيش حجز بنات اخذي الاصلي كيبقى مواضحة بحل و بحل اي فرجو داكشي علاش اليوم فيديو ديالوم سنشارك معكم طريقة كيفاش تصابو طريقة صحية هانتو ما قد شوفو ها هو ندروا قتام كمال البنات باش شوفو ناري 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 كترس كرايم ها هانتو ما الليب نشوفو كي يعطي واحد ليف في البشرة ما نقول لكم شربناتها هاتي كتوليك البشرة ديالك فواحد لبون مين غذاء تقدر تدري حتى الوارب تقدر تدري القديمات تقدر تدري اليداد شنو ما بغيت شنو اللي تدي بالكحول بلعكرب هانتو ما الليب نشتو كيجزوين ياكم اولا شنو الفائدة هو مصوب كرايم أحسن كريم عندك في الدار تستطيع التصوير بها ثانيا نصو بماور ثالثا نصو ببعكر فاسي حر يعني العكر المكوينة كاملة لك أنت زوينة ومفيدة لا تخفيش منها بالعكس ستعطيك واحد نظارة في البشرات ستفيد البشرات وما غديش تدرها يعني زوينة نخلقكم مع الطريقة ديالو ومبعد ندوزو الماسك ديالنا لسبة الموارد الخضود كيف ما قلت لكم معرفته هذا الفيديو صورتها هذي المرة الثالثة اللي كنصوره ولكن هناك شيء ما تغلق عليكم لأنه طلبتوه مني بزاف 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 مو كوينة ديالو رح سهلة وغدي تستغنى وعلى الفراجو مؤخرا أنا والله إلا بقوة ما بشرتي ولات كتني شفليها ما بقيتش كنرتاح للفراجو ولكي يقنطني كيجيني بحلش غبرها كفق وجهيم ما بقيتش كنرتاحي ولات كنفضل العكر الفاسي العكر الفاسي لبنات ماشي أي عكر فاسي تديرو ستقدروا العكر الفاسي ويعطيكم اللون الحمر في الوجه ديالكم أولا لون الوردي ولكن هذيك راغي سيباغة يعني ما غد تستفد البشرة ديالكم ولو بالعكس غد دلكم تصبغات ولكن إلا اخذتوا العكر الفاسي الحر أولا البير أولا الأصلي يكونوا متأكدين أنكم غدي تديرو فراجو وفي نفس الوقت غدي تستعملوا شي حاجة اللي مفيدة للبشرة الأصلي البنات كيما كتشوفو كيكون بحلها كدير بحل القشار احنا أنا في الأول كيس حبلي هذا اللي كيكون بحل بودر هو اللي أصلي لا هذا اللي كيكون شوفو كيف يجدير بحل القشارات أنا بالنسبة لي كان أخذو من عند مصطفا اللي كين العطار اللي كين في زنقة الخرازة رسمته مصطفا شاد على الخرازة ماشي اللي في زنقة الخرازة لا عفت تقول لا سيباغ لي وحماده لا كان أخذو من عند مصطفا اللي في زنقة الخرازة إلا تفكرت غد نخليكم رقم دل هاتف دياله في صندوق الوصف وشكل اللي معرفش يصوني عليه قبل ما يمشي مهمة البنات كيما كتشوفو انا سبق لي اوجهتو كيما كتلكم في الفيديو مصورة على عدة مراحل كيما كتلكم ولكن طريقة دياله سهلة البنات غا تاخذو اي نوع ديال الكريم بغيتو انا هنا شنو استعملت غيباش نوليكم تجريبة كيفا جديرة استعملت مع القاديل اي كريم كتستعمله الوجه ديالكو ستزيدو عليه مع القاديل اي نوع ديال ماورد وكل مكان هات الشي يعني شي حاشي كرام زوين الوجه وشي ماورد زوين الوجه كان احسن ستزيدو عليه تقريبا نوريكم قداش تقريبا ديال العكر الفاسي بحلقة كافي الشي من كيكون العكر الفاسي غمول الله ما كيعطي للون زوين لكي من كيكون حر وحر كيعطي للون غزال صافي البنات وخلطتش كله ومعطاني بحلقة يعني النتيجة غزالة يعني الخلاصة ان هاد الفرج اللي درتي على البشرة ديال بكوني متأكدة انك تدري شي حاجة صحية البشرة ديال كريم زوين الوجه عكر الفاسي حر وكتعرفوا الفوائد ديال عكر الفاسي في الوصفات الطبيعية المغربية ماورد زوين البشرة يعني ما تخافي منه تشي حاجة يعني لا مجال المقارنة المهم كنتمنى ان الوصفة تجربوها ومتأكدة مليون في المية ستعجبكم دابل البنات غديندوزوا القوماج كما قلنا ديال منطقة ديال حول الفن احسن قوماج البنات اللي سقدروا تستعملوا لهذه المنطقة هذي هي ما طيشة انتم ما كتشوفو خويتها من الداخل يعني احنا الغرض دينا بهذه القشرة ديالها والسكر سانيدة او السكر حبيبات سهل البنات طبعا الوجهكي يكون نقي مش نقي تكون يدير لي قوماج لا غير ما فيش الماكياج بعد يديري هكا حلاكا وغاد بير القوماج طبعا البنات هاد منقول لكم مش واحد اللي ينسي جام كيكون بين مطايجا وسانيدة غزال كاعتوا حلما دا قزويون هاد القوماج قدرت تستعمل البشرة ديال كاملة و اي منطقة غير هو دابا انا مركزة على هاد المنطقة هذي لان بزاف منكم اللي طلبوها مني ودرتها اخي الصيصة اللي يكون كنت تعارفوش حال تعدبت على هذا الفيديو موضيش تصور كتبقيقة تقومي مدة ديال على الاقل واحد الخمسة ديال بقيقة من بعد البنات خاطين نحاول اننا نمسحو يب شوية هاد مطايشة والسكر سانيدة بلا ما نغسله و احرش واحد ملاحظة بالنسبة لبنات اللي كتبوني على اللون ديال الشفايف و كيفاش انا نديرو ليه قوماج احسن قوماج للبنات هو القرفة و شوية ديال السكر سانيدة و شوية ديال زيت البلدية و كنبقا نديرو بيه قوماج مش غي كنبيرو احطوه كنبقا نديرو بيه قوماج قوماج حتى نحسو بشنايف ديالنا نبدو كي قرصونا كي قرصونا كي قرصونا بحلقها كل مجلسي بيعشرة ديال تقايق حتى الاربع ساعة كان احسن كيف اتح هذه المنطقة هذه و في نفس الوقت كي اعطينا واحد اللي بحل بوتوكس كيتنفخونا شوية شنايف بالنسبة لبنات اللي كي بغواها كافهم يكبروا مهم من بعد انقولكم الزيت اللي باش غدبنوا بقوا معي ما شوفين انا من مسحاتين زيان 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 و اندوزوا الماسك ودعبا غد نشارك معاكم الماسك اللي ممكنش لبنات غزال بزاف بزاف وكي ما قلت لكم حتى هو تقدروا تستعملوه للبشرة كاملة تقدروا تستعملوه لغير هاد المنطقة هذي شنو ما بغي ترجلكم يديكم ولكن هو بالخصوص كي سلاح لهذا المنطقة هذي هنخليكم معا الطريقة ديالو كيفاش ونرجع باش نطبقه معاكم في سبيل الماسك اللي بنات ساهل بزاف 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 انا دائما في الماسك ديال تفتيح او للحبوب بالاخص لان الحبوب كي خليونا ليطاش وهو ما اللي كي ديرونا دكتصب وغاز كي يبلو وجه ما صافيش كنصحكم دائما بالشوفين او للخرطال تقدروا تاخدوه بالعبار كي تقام مرخيس او لا تقدروا تاخدوه بكية بحلقة تاية ما غالياش كتدرشي مئتين واربعين ريال يعني 12 درهم وكتبقى لكم مدة طويلة صراحة انا ماشي من الناس اللي كي بغوه بزاف لسوب او لا هكال الفطار او لا محلية ما زيدي كنت بقليل بيض كنت اتفعت برساف الطريقتين يرتدي لبكين ولكن في الغالب كنت استعملوا انا للتفتيح وعندي واحد وصفة كينة في القناة ديالير جيدا اللي يشغله للناس لانا اقول لكم هاتوا بنيس بانناس ان لا تتعرفوا انه يكون بحالة بشكل هكا بحالة هكا تاخذوا من البيض المعلقة وكتحنوها مزيان مزيان يعني في الطحانة ديالالعطرية تكيولنا بحالة تشكل هيكا يعني انه بودر نضيف بودر نضيف معلقة تقريباً للماء الماطيشة نضيف حبيباتها نضيف معلقة كبيرة هذه هي المكونات التفتيح نضيف معلقة تفتيح نضيف معلقة كبيرة نضيف معلقة كبيرة الاحليب خلطه كامل و و طبعا نتعرفه دائما يشرب يعني هنخليه تقريبا 1 تقايق و غاد نعود نستعمله يعني بينما تشرب لنا هذي المكونات كاملة مع بعضياته هاك هاك أخيه و هتكون خالط ارتاح اولا كي شرب و اللي بحالات الشكولات طبعا ما كيبقى شجاري غلن نخضو بحالاته و هنطبقه وتضيف المنطقة التي تريد نبيضها المنطقة التي تثمر لنا بكثرة في المنطقة التي يجب عليها و أجمع الناس و يجمع المكياج و يخطيس المنطقة يستعملون في المسكات وتضيف البشرة نستطيع ان نضيفه نضيفه تقريباً مدة من الساعة نضيفه وعاد لنستعمله بعد ذلك الزيت خطير في الطبيعة نضيفه 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 الزيت الحامض خصوصاً موطوق تحصل على بياض نضيفه موطوق يجب ان نضيفه 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 اضافة لم يساعدني كما قلت لكم صورت ثلاثة مرات جربوا هذه الطريقة جربوا زيت الحامض اتمنى ان الفيديو لا تكونوا استفتوا منه ونكون جوابتكم على بقية تساؤلات وطبعا سوف نصور لكم فيديو اي احسن كريم و احسن عناية لكي نفتح البشرة فيديو واحد انا ممكن ان نقوم بسطول و لكن لا نسلح لهم كيف سوف نضعهم في العنوان كيف سوف تعرفون ان في هذا الفيديو كذا و كذا و لما يطولكم تركيوا اللايك و تسعينكم و قرأتكم فيديو ايضا الناس التي لا تصوروا و التفرح بكم و الناس الذين تستفعون اشتركوا معي كوية على فرحنا بزاف من بنت خنيفرا و هادي و هادي طالب فرصكم تالفيديو الجاي